رسميا ميليشيات الحشد تدمج في صفوف القوات الحكومية بمرسوم اصدره العبادي مرسوم العبادي ينص على ان يحصل عناصر الحشد على الكثير من حقوق منتسبي المؤسسات العسكرية الحكومية مثل الرواتب والمخصصات ويتيح المرسوم الجديد لعناصر الحشد التسجيل في الكليات والمعاهد العسكرية كما سيطبق على منتسبي الحشد قوانين الخدمة العسكرية وفقا للمرسوم نفسه قرار العبادي الاخير بشأن دمج الحشد بالمؤسسة الامنية في العراق يأتي قبل شهرين من موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة التي يسعى العبادي من خلالها الى الفوز بولاية ثانية كرئيس للحكومة ما اعلن عنه رئيس الحكومة ليس بالمفاجئ بل جاء متمما لتشريع سابق اقره البرلمان عام 2016 ونص على دمج ميليشيا الحشد في اجهزة الدولة على ان تكون هذه الميليشيات تحت امرة رئيس الوزراء مباشرة خطوة يقول مراقبون انها ستضمن للعبادي الاصوات الكافية للتغلب على اقرب منافسيه نوري المالكي وتحييد قيادات الحشد عن المشهد السياسي القادم ويبدو ان ثمن الفوز بفترة رئاسية ثانية الزم العبادي باستغلال ملف الحشد كورقة رابحة وربما اخيرة متجاهلا بذلك الاصوات المطالبة بحل ميليشيا الحشد التي تشكلت بفتوى عام 2014 كما ان العبادي تجاهل تقارير اممية مثل العفو الدولية وهيوم الرايتس ووتش اتهمت ميليشيا الحشد بقتل مئات المدنيين السنة باعدامات ميدانية خارج اطار القضاء في ممارسات ترقى لجرائم حرب التقارير الاممية ذاتها حذرت من استمرار حكومة العبادي بدعم وتسليح الميليشيات الامر الذي من شأنه تغذية دوامة جديدة من انعدام القانون والفوضى الطائفية في البلاد لا سيما وان ميليشيا الحشد لها ارتباط مباشر بايران التي تسعى الى جعلها قوة مشابهة للحرس الثوري الايراني الذي له علاقات وثيقة مع الحشد ويقوم بتسليح وتدريب العديد من فصائله اشتركوا في القناة